طيب بالعقوبات التي سوف تقع على روسيا بالنسبة للدهب هي وقعت بالفعل هو النهاردة فيه كمان يعني فيه عقوبات النهاردة سوف يتم اقرارها هل معنى كده انه اسعار الدهب هتقل؟ في العالم انا ما بكلمش طبعا احنا هنا سوق غير يعني مرتبطين بالعالم بس انا بتكلم على مستوى العالم هل سعر الدهب كده ممكن يقل؟ طيب خلي مهو ده حربطه بالدولار بعد كده حاضر خلينا نقول اولا حوكت الدهب على مستوى العالم انخفضت خلال الفترة الماضية احنا بنتكلم على السعر الدهب العالمي انخفضت حوالي من 3 الى 7% خلال الفترة الماضية تمام؟ رغم انه ملاز امن وفيه ناس كتير ممكن تتجه ليه بالزبط بالزبط بس هو انخفض انخفض لنتيجة ان فيه يعني حوكت الاستحواز على الدهب على مستوى العالم انخفضت طيب كانت حركة الاستحواز ناشئة من ايه؟ حركة ان واحد يشتوي اسورة او دهب سبيكة في البيت والكلام من ده ده ميقصرش على سوق العالم يعني حتى في مصر وكاملة ميقصرش لكن اللي يقصر ايه؟ اتجاه بعض الدول للحصول على الدهب كملاز امن لها لتكوين او احتياطيات بدل احتياط نجد من الدولار لان هناك تخوف من سقوط الدولار يكون عنده بديل امن اللي هو الدهب اغطاء من الدهب وبالتالي كانت اكبر الدول خلال الفترة الماضية اشراءا للدهب الصين والصين ممكن اشترت خلال الفترات الماضية كميات كبيرة جدا من الدهب ده وفقا لسوق الدهب العالمي طيب النهاردة مع فرض العقوبات اللي بتتم هل الدهب روسي توقف عن انتاج؟ لا بيتم انتاجه وبيتم بيعه لدولتين اللي هي الصين والهند بشكل كبير جدا وبالتالي انه تأثير هايكون تأثير اه فعلا فيه تأثير من خفاة سعر الدهب عالميا لانه عندك سعر تاني اقل من السعر المقلق بيتم التدول به من خلال روسيا والصين والهند وبالتالي وجود هذا الدهب على مستوى العالم هيساعد ان يكون عندك سعرين وبالتالي هيساعد على انخفاض قيمة الدهب خلال الفترة الماضية ويمكن احنا شفنا ده الشهرين تلاتة احنا كنا وصلنا جرام في مصر اللي هو جرام 21 وصل لغاية 1200 1180 و 1120 النهاردة بنتكلم في حدود الالف جنيه وبص على سعر الجنيه الدهب موصل 9000 ونص ونص دلوقتي وصل ل7000 8000 وكسور ده بسعر السوق احنا السعر اللي راسموا لنا اه طمام يعني انا بكلم على السعر المتداول داخل السوق نعم يعني نزل نزل اه طبعا لانه فيه جزء من الدهب على مستوى العالم بيتم تداوله ليس بالاسعار والدهب العالمية بيتم تداوله خارج البورصات العالمية اللي هو الدهب وصي وحنا وصي بنقول بتنتج قد ايه 10% من حجم الدهب العالمي تأسير ده على الدولار ايه؟ الدولار اللي مقوي حاليا على مستوى العالم ارتفاع سعر الفايدة يعني فكرة انه الفدرالي اللي بيعمله الفدرالي طبعا ولسه حيرفع طبعا ده هو خلال الايام القادمة هيكون رفع وممكن تم الاعلان عن رفع يكون ما بين 3-4% الى 1% مستنين رقم ده او رقم ده الجزء طبعا هو بيواجه من ناحية التضخم وزيادة الاسعار بس هو يعلم تماما اكثر مننا وهم دول خبراء العالم انه ليس معالجة التضخم واحده برفع الفائدة لان التضخم الناتج او زيادة الاسعار الموجودة في العالم حاليا مش نتجة عن زيادة طلب مقابل العرض منخفض لا مقابل كلفة انتاج السعر العالي وبالتالي امريكا النهاردة بتواجه ايه شبه كساد تضخمي يعني الاسعار مرتفعة وبرضو ما فيش عملية تداول لكن جزء من سيطرة العالم او سيطرة امريكا على وقيمها برفع الاسعار الفايدة هو انها تخلي العملة الدولارية الخاصة بها هي اقوى عملة على مستوى العالم طب سعر الدولار هيرتفع على انخفض لا توجه الدولار حاليا في ارتفاع عالميا ليه لانه النهاردة مع سعر ارتفاع العالم او سعر ارتفاع الفايدة كل اسواق الناشئة او كل الاموال المتدولة هتحاول تخرج من اسواق وتشتري الدولار وتودعه في البنوك الامريكية بسعر الفايدة النهاردة نتكلم واحد بينت 75 متوقع يوصل لتنين ونص او تلاتة الى ربع خلال الفترة خلال الايام القادم فطبعا توجه العالم لشراء الدولار او كثير من دول العالم لشراء الدولار وتحويله ده طبعا هيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار يبقى سعر الدولار في مصر حيالة تلقا يعني ما خلاص يعني هي متوقع اه متوقع ده اكيد يا فندم يعني مش هنبقى بره العالم طبعا متوقع ده غير ان اليورو كمان عمال ينزل يعني ينزل الزبط طبعا حديث الاقتصاد لا ينتهي دكتور عبد المنعم لانه ممتده كل يوم بحال والدنيا بتتغير يوم عن مش يوم عن يوم لحظة بلحظة يعني فيه تغيرات هو الاحداث كمان اليومين دول متلاحقة جدا صحيح خاصة في موضوع الاقتصاد عالميا ومحليا صحيح